اهلا بكم بعد اكثر من شهر على الحرب يبدو المشهد حرفيا وكأن غزة تحارب العالم كله وحيدة حتى ذلك الشيء الذي كان يسمى محور الممانعة لم يكن يعتقد حتى أشد خصومهم أنه فارغ تماما كما يبدو الآن مجرد تصريحات وفقاعات إعلامية وعلى الرغم من استمرار تصريحات المسؤولين الإيرانيين عن احتمال توسع الحرب فإن القول الحاسم كان تصريح أحد مسؤوليها أنها لن تخوض حربا ما لم تتضرر مصالحها بشكل مباشر حزب الله بدى حانقا من عدم مشاوراته في هجوم الفصائل الفلسطينية واكتفى منذ نحو شهر بضرب عمود اتصالات منصوب شمالية الأراضي المحتلة اختار المحور أن تكون مشاركته رمزية بمسيرات حثية تسقط في البحر وهو إجراء يقول البعض أنه جاء أو لحفظ ماء الوجه لكن آخرين يرون أن ما يحدث يجعل المحور مكشوفا على نحو غير مسبوق المحور الذي أسقط أربعة بلدان عربية وأخرجها من معادلة الصراع مع الكيان الصهيوني تحت شعار مواجهة إسرائيل وتحرير فلسطين خسر آخر أوراقه أمام الجميع وهو ما يطرح التساؤلات عن مستقبله على الأقل أمام جماهيره حين تكشف الحرب عن مأساة فلسطينية جديدة موسيقى اشتركوا في القناة مرحبا بكم اهلا بك وايضا معنا الباحث والكاتب نبيل البكيري مرحبا بك معنا سيد نبيل مرحبا بك اهلا بك اذا ابدأ معك سيد فيصل بالسؤال المشترك في ضوء ما يجري من عدوان على غزة ماذا بقي من ذلك التحالف المسمى محور الممانعة برأيك تحياتي لك ولضيفك ولكل المشاهدين وشكرا للاستضافة وتحياتنا الى كل الشهداء والى كل الجرحى والى كل الابطال في غزة وفي جنوب لبنان وفي كل مكان يحملون راية الحق دفاعا عن فلسطين ضد هذا المحتل الصهيوني ماذا بقي من محور المقاومة كما تفضلت بالسؤال السؤال يجب ان يكون ماذا بقي من الاخرين غير محور المقاومة لان محور المقاومة هو الوحيد الذي اثبت حضوره وان كان بحجم معين على الاقل هو يحاول ويقدم ويدافع من لبنان الى العراق الى اليمن الى سوريا بكل ما لديه من وسائل في هذا الاطار لا ننسى ان الاخرين اما انهم متواطئون واما انهم مشاركون واما انهم صامتون وفي الاحوال الثلاثة هم يقتلون الشعب الفلسطيني اما محور المقاومة يحاول ما استطاع ان يقدم شيئا من الدفاع لا سيما في الجبهة اللبنانية التي منذ قليل منذ قليل وانتبه الى كلمة منذ قليل اعترف العدو الاسرائيلي بان الطائرات المسيرة المسلحة التي اطلقها حزب الله اصابت اهدافا كبيرة والحقت بنا خسائر كبيرة وهذا تطور خطير على صعيد الجبهة مع لبنان واما في العراق فالمقاومة الاسلامية احد الفصائل الان التي بدأت يعني تعلن عن نفسها بهذا الاسم خامس او سادس هجوم تقوم به على القواعد العسكرية الامريكية سواء في العراق او في سوريا لا واما اليمن المنصور فقد قدم نموزجا لا احد في هذا العالم ممكن ان لا يقف عنده وانه اعلن بشكل مباشر وواضح انه ارسل صواريخ مجنحة وطائرات مسيرة اعترف العدو الاسرائيلي بفشله في الاعتراض اكثر من مرة ووصلت هذه الصواريخ والمسيارات الى منطقة الات على ساحل فلسطين المحتلة واضحة انتقل اليك ايضا بدات السؤال سيد نبيل في ضوء الاحداث وما تتعرض له غزة من عدوان غاشم وما كان يسمى بمحور الممانعة بعد هذا العدوان ما الذي بقي منه في ظل هذا الصمت القائم في البدء تحية للأبطال في غزة تحية للأحرار في كل العالم الذين خرقوا في كل عواصم العالم ضد هذه الهمقية ضد هذا الإجرام الذي نال وينال كل لحظة احبتنا واخواننا واشقتنا واشقانا في غزة العظيمة الصامدة الصادرة والرحمة الشهداء والشفاء الجرحة واللعنة لكل الخونة والمتواطئين والكذابين والدقالين الذين يتاقرون قدم الشعب الفلسطيني دون أن يقدموا له شيئا أنا باعتقادي سؤالك ماذا بقى من محور المقام ما بقى فيصل عبدالساتر في دمشق وحده يدافع عن هذه السينفونية التي لم يعد منها شيء أنا باعتقادي أن السابع من أكتوبر هذا اليوم العظيم هو ليس فقط أزال فكرة الدولة التي لا تقهر أو الجيش الذي لا يقهرها أيضا عرّى ما يسمى بمحور المقاومة وكشف الستار عن أكذوبة كبيرة تسمى محور المقاومة التي لم تكلف في إسرائيل شيئا منذ ثمانية واربعين كل ما كلفت إسرائيل هو أنها أسقطت لها أربع دول عربية وحيدتها عن هذه المعركة الوطنية العظيمة القومية الإسلامية الكبيرة التي تخضها غزة اليوم وحيدة تواقه العالم كله هذا الذي باختصار تبقى أما ما يتعلق بمثل هذه الإكليشات التي نسمعها طويلا أنا باعتقادي لم يكلف محور المقاومة إسرائيل فردا واحدا منذ إعلان تشكيل هذا التحالف منذ عقدين من الزمن هذا المحور في كل أهدافه كانت مصبة على العواصم العربية وأسقطها دولا عربية كبيرة وأسقطها وحولها إلى ميليشيات لا حولها ولا قوة مجرد أدوات يتم استخدامها من قبل إيران في تحقيق مصالحها القومية والفارسية في المنطقة العربية أما الآخرون الذين يتحدث عنهم في صلعب الساتر هؤلاء الذين لا أعاد يسميهم أيضا هؤلاء هم متواطئون الكل لا محور المقاومة ولا ما يسمون أنفسهم خصوم محور المقاومة الجميع متواطئون وباعوا واشتروا بدماء الأبطال وبدماء الشعب الفلسطيني الذي بقى صامدا لحاله يقاتل كل هذه العربة العالمية والصهيونية الإجرامية التي نراها اليوم في غزة على مرأة ومصنع سيد فيصل إيران صرحت بشكل مباشر بأنها لن تتدخل في هذه الحرب ما لم تتضرر مصالحها بشكل مباشر بالنسبة للشعارات التي كانت ترفعها منذ ما بدأت بهذه الحركات باجتياح أو هذه الحركات المسلحة في البلدان العربية وبأن المعركة الأساسية هي مع إسرائيل كل هذه الشعارات أين ذهبت؟ أولا لم أسمع الضيف بشكل واضح لأن هناك انخفاض في الصوت أو ربما خلل في الصوت لم أسمعه بشكل واضح لكن ما استطعت أن أفهمه أنه شن هجوما وأن محور المقاومة عرية وأنه لم يعد أحد في هذا العالم يقف إلى جانب الشعب الفلسطيني سوى أن الشعب الفلسطيني لوحده يواجه هذا الذي يواجهه ويقاتل العدو الإسرائيلي أنا لا أريد أن ندخل الآن في سجلات وأتحدث عن ما حدث في العالم العربي والتقاتل الذي حصل ومن المسؤول عن الدول وطبعا هذه المعزوفة سائمنا منها الآن نتحدث عن شيء هو أهم بكثير على كل المستويات فأعتقد أنه يجب أن نتحلى بشيء من الإنصاف حتى لو كنا مختلفين الإنصاف هو الذي يضع الأمور في نصابها وعندما قلت أن محور المقاومة لوحده أنا لم أقول أن محور المقاومة الآن قد قلب الأمور رأسا على عقد ولم أدعي ذلك على الإطلاق وما يحتاجه الشعب الفلسطيني هو يحتاج أكثر بكثير من هذا الذي يحصل الآن لكن على الأقل يكفي أن هذا الشرف قامت به هذه الدول ونحن نعلم واقع الحال بالنسبة لديها الآن هذه الدول محور الممالعة التي ترأسه إيران والتي صرحت بشكل مباشر سيد فيصل بأنها لن تتدخل إلا إذا تضررت مصالحها هذه الدول وهذه المقاومات تقول على الأقل أنه على الأقل شاركت في هذه الحرب لا أجلس وأدعو في المنزل ولا أقول الله يكون مع الشعب الفلسطيني وأنا أقعد بالبيت أو على الأقل لا أوجه النقد والانتقادات إلى محور المقاومة على ما يقوم به تعالى لنضع يدنا بيدك سيد فيصل هل تسمعني؟ ما دمت أنت الآن قادر على أن تفعل شيء تعالى ولنكن سويا في إطار معركة أو في إطار مواجهة ومساندة الشعب الفلسطيني بدل أن ندخل في سجلات ثانيا بالنسبة لإيران إيران لم تصرح بمثل هذا نعم إذن سنعود إليك سيد فيصل يبدو بأنك لا تسمعنا ونحن الآن لم نعد نسمعك أنتقل إليك سيد نبيل لماذا نلقي اللوم على إيران وجماعاتها أليس هناك أكثر من عشرين دولة عربية هي المعنية أساسا بهذه القضية؟ لا أحد يلقي باللوم على إيران وليس مطلوبا من إيران لديها جيوش تصنف بأنها من أقوى الجيوش في المنطقة أولا هل تسمعني؟ هل الصوت واضح؟ أسمعك الآن صوتك واضح لا أحد أنا باعتقادي يمتلك نثقال برة من عقل طالب إيران أو غير إيران بالدفاع عن فلسطين فلسطين دولة أرض عربية وأمة عربية وجزء من هذه الأمة فالمطلوب من هذه الأمة التي هي أن تقاتل المطلوب للجيوش العربية التي ملأت السهلة والقبل هذه الجيوش العراضية الكاتونية أن تكون حاضرة أما أنها فقط للجيوش العراض أما الذي يطالبون إيران بأن تقاتل لجانب غزة هؤلاء يغبية وهؤلاء لا يفتقدون لأدنى المنطق وأدنى المنطقة لم يطلب أحد من إيران ولكنها صدرت لفسها بأنها المتصدر لهذه القضية وأنها هي من تحارب المشروع الصهيوني في المنطقة بدليل ما كانت تتبنه هذه الجماعات التابعة لها من شعارات أثرت بها تأييد ربما بعض الشعوب في هذه المنطقة المنطقة العربية هذه البلدان هذه الشعارات ستنعكس على إيران وستعريها هذه المعاركة وقد عرتها هذه المعاركة وأظهرتها على حقيقتها لكن أيضا هناك جناح من العرب وهم الذين يهربون للمناكفة مع إيران وكأن إيران هي المسؤولة عن فلسطين وليس هم وبالتالي هذا الهروب السخيف أنا باعتقادي اليوم لم يعد يسعف صحاب هذا المنطق لأنه منطق غبي للغاية يحاولون أن يهربوا من أدام واجباتهم الوطنية وواجباتهم القومية باتجاه الحديث عن إيران وميليشيات إيران بالأخير هذه ميليشيات وهدفها هو إضعاف المنطقة العربية وتفتيتها وتقتيمها وليس من مهمتها وبعد ذلك أن يأتي أحدنا أو أحدهم ويطالب ميليشيات أسقطة أربع عواصم عربية أن تحرر القدس أو أن تدافع عن فلسطين هذا منطق سخيف ومنطق فارغ للغاية للأسف شديد ومن يتذرعون بهذا المنطق هم أيضا قز من هذه اللعبة السخيفة وهم الذين أيضا يسعون للتطبيع مع إسرائيل وأيضا يشمتون بحماس ويشمتون بكل الفصائل الفلسطينية باعتبارها أنها بحسب توصيفهم أنها مدعمها إيرانيا وفي حقيقة الأمر صحيح إيران قدمت دعم لهذه الفصائل لكنها في الحقيقة تستثمر في هذا الدعم وليس في وارد أن تتغلب هذه الفصائل على إسرائيل وأن تحرر القرش وتحرر فلسطين كلما في الأمر هو أن تستخدم هذه الفصائل لغطاء لمشروعها الطائفي والتمددي في المنطقة العربية نعم سنعود لهذه النقطة التي ذكرتها سيد نبيل بما أن إيران تدعم فصائل المقاومة الفلسطينية لكن أعود للترحب بك مجددا سيد فيصل أعتذر لم نكن نسمعك بشكل جيد هل تسمعوني الآن؟ لا سيد فيصل يبدو بأن سيد فيصل لم يجهز حتى الآن معنا إذن أعود إليك سيد نبيل هذه المقاومة كما ذكرت هذه الفصائل تدعم من إيران بينما الدول العربية تصنفها كجماعات إرهابية وكلنا نعرف أن إيران إذا دخلت في هذه الحرب ستكون هناك حربا إقليمية ودمار شامل بالتالي لماذا يتم محاكمة إيران؟ إيران ليست في صدد الدخول في هذه الحرب ومن يعتقد أن إيران ستحارب نيابة عن فلسطين فهو لا يفهم العقلية الإيرانية ولا يفهم إيران ولا يفهم منطقة سياسة بسبب المحاور الإقليمية في هذه اللحظة أو طبيعة اللعبة الإقليمية التي تتشارك فيها إيران والولايات المتحدة الأمريكية النفوذ ويتقاسمون العراق محافظة محافظة وقاعدة قاعدة كما يتقاسمون سوريا محافظة محافظة ويتقاسمون النفوذ في بيروس ويتقاسمون النفوذ في عديد من المناطق التي توجد في هذه الميليشيا وبالتالي من يعتقد أن إيران خصما للولايات المتحدة الأمريكية أو أنها ممكن أن تتصرف في معزل على الولايات المتحدة الأمريكية فهو لا يفهم طبيعة البنية التكوينية للسياسة الإيرانية وأدوارها في المنطقة العربية على امتداد الثلاثين سنة أو الأربعين سنة الماضية منذ قيام ما يسمى الثورة الإيرانية وبالتالي أنا باعتقاد اليوم الذين يتعللون بإيران أنهم يهربون من أدى واجبهم القومي والأخلاقي والسياسي ويتذرعون بإيران باعتبارها يعني تدعم المقاومة الفلسطينية بينما هم أيضا يذهبون إلى إيران ويفتتحون السفارات في إيران ويقيمون علاقات دبلوماسية وتجارية مع إيران بينما إيران إذا أتت تقيم علاقات مع حماس ومع غيرها تعتبر علاقات غير طبيعية وغير صحية باعتقاد هذا منطق طفولي منطق لا يفهم حقيقة العقل الإيراني وكيف يفكر ولكن أيضا مثل هذا الطرح الذي بدأ ينكشف الآن مع حرب غزة وبدأ يتضح حقيقة أن هؤلاء الذين يعيبون على إيران أو يعيبون على حماس أن يكون لها علاقة مع إيران هم أيضا واقعين في نفس المشكلة اليوم ذهبوا لتوقيع العلاقات ويطبعوا مع إسرائيل وبالتالي هذا منطق متهافت ومنطق صخيف ومكشوف يفهمه المواطن العربي البسيط أنه نوع من الهروب ونوع أيضا من عدم تحمل المسؤولية الأخلاقية والسياسية والقانونية والأخلاقية والعربية هذه اللحظة التي يعيشها الشعب الفلسطيني في غزة في مواجهة كل أساطير العالم مواجهة أمريكا وفرنسا وفريطانيا وما إسرائيل إلا تعبيرا مختصرا لهذه القوى الاستعمارية التي ذهبت وتركت هذه القاعدة الاستعمارية المتقدمة في قلب العالم العربي دولة الكيان الصهيوني نعم بالنسبة لحزب الله يعني كانت هناك ليست مجرد منوشة ما كان يقوم به استهدافه كما تم الحديث في السوشال ميديا عن أنه كان يستهدف فقط عمود كهرباء دفع ثمن باهض من رجاله خلال هذه العمليات العسكرية حتى هجمات الحوثيين يعدها البعض بأنها مؤثرة بالتالي لماذا يتم الانتقاص من ما يقوم به هذا المحور وهذه لربما إن صح وصفها بالمنوشات هي لا شك منوشات ولا أحد ينتقص منها لكن في الحقيقة الأمر هي ليست مقاومة حقيقية بمعنى آخر أنه لها حسابات دقيقة مع الولايات المتحدة الأمريكية ومع إسرائيل يعني مثلا على سبيل المثال حزب الله ذهاب قبل عام من الآن ووقع اتفاقية في أول مرة في تاريخ الدولة اللبنانية يوقع اتفاقيات ترسيل الحدود مع دولة الكيان الصهيوني الذي يعني يفترض أنه يحتل دولة عربية يعني فكيف تريدنا بعد ذلك أن نفهم أن هذا الحزب يرفع لواء المقاومة وأنه بصدد حرب شاملة مع إسرائيل أو أنه يريد أن يكون جزءا من معادلة المقاومة العربية لتحرير الأراضي العربية يعني هذا المنطق أيضا منطق متهافت ومكشوف لا يمكن أن يمر على إنسان عادي بفضل أن يمر على نخبة ممكن تدرك خطورة مثل ما قام بحزب الله بالتوقيع على اتفاقية توقيع الحدود مع دولة الكيان المغتصب للأراضي الفلسطينية وبالتالي كيف سأفهم أن هذا الحزب بصدد الإعداد لمعركة مع دولة الكيان الحزب هذا بني على أساس وهدف استراتيجي واضح بالنسبة للإيران وهو التهام المنطقة العربية يبقى لبناء خارق المعادلة ويبقاها دولة تابعة لهذه الميليشيات والذهاب لقمع الانتفاضة الشعب السوري واحتلال الأرض السورية وبالتالي هذه المهمة أما مهمته في جنوب لبنان فهي واضحة لم تعد تخفي على أحد وحماية هذه الحدود إذا لم يعمل على البقاء خارج هذه المعادلة أعود إليك سيد فيصل هل تسمعني الآن؟ بالعودة للحديث عن إيران تصريحاتها في حل أنها لم تتدخل إلا إذا تضررت مصالحها بشكل مباشر وبأن هذا المحور فقط أسقط أربع دول عربية وأخرجها من معادلة الحرب مع الكيان الإسرائيلي تفضل يعني أنا لم أسمع مثل هذا التصريح لدى الإيرانيين ما بعف من أين أتيتهم بمثل هذا التصريح لم تقل إيران أبدا أنها لا تريد أن تتخل الحرب لأنها إلا إذا تضررت مصالحها أبدا هذا كلام غير صحيح وغير موجود إلا إذا كان البعض يحاول فقط أن يشوه الصورة أصلا إيران منذ اللحظة الأولى لم تقل أنها تريد الحرب ولم تقل أنها تريد أن تدخل في الحرب فإيران هي جزء من هذه الحرب لا بل الحرب هي عليها بوجه أو بآخر فعندما يتهمون حماس بأنها جزء من القرار الإيراني وجزء من محور المقاومة هذا يعني أنهم أيضا يحاربون إيران ويحاربون حزب الله إلا إذا كان الأمر معكوس إذا لم تكن حماس جزء من المحور الإيراني فلماذا الآن تبررون كل هذا العدوان عليها إذا كانت هي جزء من المحور التركي القطري فتركيا وقطر ليستا في المواجهة سيد فيصل هذه التصريحات تنسب لعبد اللهيان وزير خارجية إيران أبدا ما في شيء اسمه تنسب أما أن هناك تصريح أما ليس هناك تصريح أنا قلت لك ليس هناك تصريح هذا تشويح لكن عندما تم سؤال رئيس الدولة الإيرانية في إحدى المقابلات وتم سؤاله من المضيع حول الخطوط الحمر التي يمكن من خلالها أن نشهد تغيرا في السياسة الإيرانية مع ما يحدث داخل القطاع أجاب بأن الخطوط الحمر كلها تم تجاوزها بمعنى أن ما يحدث الآن لا يمكن تغييره شوفي سيدتي نحن دائما شهيتنا مفتوحة نظرا لخلافاتنا الموجودة لكن عندما نريد أن نتحدث بإنصاف وموضوعية فلماذا تكون إيران هي المسؤولة ونحن نخلي مسؤولياتنا في هذه المنطقة فلماذا إيران هي المفروض أن تحارب وأن تدخل الحرب و22 دولة عربية ليس لها علاقة بكل هذا الأمر لا بل أنها صامتة لا بل أنها متآمرة لا بل أن الرياض عاصمة بلاد الحرمين الشريفين الليلة تحيي حفلة لأصالة وصابر الرباعي وهناك مئات الألاف يجتمعون في ساحة الرياض للاستماع إلى الغناء على إقاع الأطفال الذين يقتلون في غزة ثم تقولين لماذا إيران لم تقم أو تدخل الحرب إيران سيد فيصل هي التي صدرت نفسها خلال العقدين الماضيين بأنها هي حامل لهذه القضية ولم تقصر على إتر ذلك هذه الميليشيات المسلحة في كل الأقطار العربية التي أخرجتها من معادلة الصراع مع إسرائيل بالتالي لم يعد أحد من الدول العربية يتحدث بأنه في صراع مع دولة الكيان بينما كانت دائماً لا تردد إيران ذلك تفضل هي دول العربية لأن إيران أنشأت محور القدس أو محور المقاومة أخذ على خطرها الدول العربية وزعلت أن إيران أخذت الدور عنها دمرت دول أخرجت دول من هذه المعادلة هي فقط لم تتحدث ولم تتبنى دمرت أربع دول سيد فيصل تفضل نعم نحن نسمعك تفضل سيد فيصل إذن يبدو بأن السيد فيصل لم يعد يسمعنا سيد نبيل إذا كنت قد استمعت لحديث ضيفنا تفضل بالرد دائماً ما يقول هناك 22 دولة عربية لا تحرك حقيقي من قبل هذه الدول أنتم فقط تنتظرون من إيران التحرك أنا أتفق معها في هذه النقطة ليس مطلوبة من إيران ولا من غير إيران أن تنوب عن أحد السؤال يجب أن يوجه للدول العربية لماذا هذه الدول العربية تعيش حالة صمت القاتلة هذه تجاه ما يتعرض له الأشقاء في غزة المحاصرة أنا باعتقاد هذا السؤال الذي يجب أن يوجه أما إيران ليس مطلوباً منها لا يعني عرفاً ولا منطقاً ولا حتى أخلاقياً الآن لأنه بالأخير بالنسبة لإيران إيران نحن نعرف أدقة الاستراتيجية الكبير منذ عشر سنوات سقطت أربع عواصم عربية تحت نفوذ ما يسمى في لق القدس وفي لق القدس هذا هو الشعار لإسقاط هذه العواصم العربية وتحريرها من أهلها مثلما حرروا بغداد من أهلها حرروا دمشق من أهلها حرروا بيروس صنعاء أيضاً في نفس السياق وبالتالي كيف تطلبوا من إيران أن تقاتل نيابة عنكم لتحرير غزة يعني بأي منطق هذا هذا منطق غبي وتهافد جداً ومن يرفع هذا المنطق هو منطق شخص لا يفهم ولا يعي وليس مسؤولاً عن كلامه أيضاً وليس في قمقمته دماغاً يفكر لماذا تطلبون إيران أن تقاتل عنكم السؤال يجب أن نوجه لشقة العرب والمدينة يجتمعون الآن وسيجتمعون غداً وسيجتمعون مطولاً لماذا لا يبادر هؤلاء لأن يتحملوا في هذه النقطة سيد نبيل كان هناك تصريحات لمسؤولين أمريكيين تؤكد أنهم تلقوا لربما إشارات عربية غير معلنة بالموافقة على هذه العملية القضاء على حماس بالمقابل كانت هناك مخاوث غربية من تدخل إيران والجماعة التي تدعمها في الحرب ضد إسرائيل أليس هذا دليل عملي على أن إيران وجماعتها تقف مع فلسطين ومع هذه القضية؟ أولاً الأوروبيون يدركون جيداً الوظيفة التي تقوم بها إيران في المنطقة العربية وهم ليسوا في خلاف مطلقاً مع إيران حيال استراتيجيتها السياسية في المنطقة على الامتدار لعشر سنوات وهم يشكرونها كثيراً لأنها استطعت تفكك ما فرصت اتفاقيات تسديقه في عشرينات القرن الماضي وبالتالي اليوم أنا باعتقاد المشكلة قائمة عربية المشكلة عربية صميمية أن هذه الأنظمة التي لا علاقة لها بهذه الشعوب هي التي تورطت وصمطت وخذلت الشعب الفلسطيني الذي يدافع عنها اليوم اليوم غزة هي آخر حصون العرب فيما يتعلق بمواقهة المشروع الإمبريالي الصهيوني في المنطقة العربية اليوم غزة إذا ما قدر الله وإذا ما سمح الله وانتكست المقاومة فيها لن يكون أمام إسرائيل أي جدار صلب وصعب لامتيازة ستذهب إلى سيناء ستذهب إلى الأردن ستذهب إلى دماشق ستذهب إلى بيروت مجدداً لأن غزة هي المسمار الأخير والحائط الأخير حائط الصد الأخير في منظومة الأمن القومي العربي اليوم هذه الأنظمة التي تنتظر بصمت وتنتظر بعضها بخيانة وينتظر بعضها بتواطو الجميع الجميع يتآمرون على أنفسهم وعلى عروشهم وعلى أنظمتهم وعلى شعوبهم لأن غزة هي التي تحمي ما تبقى من كرامة ما تبقى من أمن قومي للعالم العربي وبالتالي عدها بالإستهام إيران أو ميليشياتها ومطالبتها بشيء ما هذا نوع من العبث ونوع من السفة الذي لا يمكن أن يقله إنسان وعاقل سيد فيصل عدت معنا هل تسمعوني الآن؟ نعم نعم إذن يعني مندوب إيران بالأمم المتحدة أمير سعيد قال إذا لم تهاجم إسرائيل طهران ومصالحها لن نتدخل بالصراع في غزة وأيضا الرئيس الإيراني خلال اتصال هاتفي مع الرئيس الفرنسي ماكرون أكد أن الفصائل الفلسطينية تتخذ قراراتها بنفسها وهو لربما تحييد لإيران من هذا الصراع القائم في القطاع وأيضا ما قاله نصر الله في خطابه الأخير تفضل نعم إذن اختلف الأمر الآن التصريح اختلف تماما يعني مندوب إيران يقول إذا لم تهاجم إيران وهذا أمر طبيعي لأن إيران بعيدة عن ساحة المعركة الآن بهذا المعنى الجغرافي إذا حدث هجوم على إيران فمن حق إيران أن تدخل هذه الحرب بشكل مباشر ولا يمكن لأحد أن يوجه اللوم إليها في هذا الإطار لكن دعيني من كل هذا الأمر الآن أريد أن نتحدث بشكل واضح وموضوعي ومنطقي يعني ما دمتم تقودون حملة بالمقابل على محور المقاومة نحن الآن بصدد أن نكون جميعا لنصرة غزة لنصرة الشعب الفلسطيني لنجتمع جميعا ونقول أن هذا العالم العربي والإسلامي والعالم الحر يجب أن يجتمع كله لوقف العدواني على غزة بالأول ووقف هذه الإبادة ووقف هذه الجرائم وتقديم كل ما يلزم من مساعدة إذ بنا نتحول إلى جلب بعض الدول التي تقدم شيء ما على هذا النحو ويعني لضيفك الكريم الذي يقول أن هذا الذي يحدث هو اتفاق بين حزب الله وأمريكا وأن حزب الله الرسم مع الأدو الإسرائيلي أعتقد أنه يتعاطى مع الأمور بسطحية ولا يعرف أي شيء أولا الاتفاق ليس بين حزب الله وبين العدو الإسرائيلي الاتفاق بوساطة أمريكية بين الحكومة اللبنانية وحكومة الكيان الصهيوني لاستنقاذ بعض الحق اللبناني المسلوب وهذا أمر لا علاقة لحزب الله فيه لا من قريب ولا من بعيد وهو صرح ميرانا وتكرارا أن هذا الأمر من صلاحيات الحكومة اللبنانية أما ما يجي على الحدود اللبنانية طوال أشهر الماضي اكتفى حزب الله بضرب عمود اتصالات إسرائيلي وإنتاج مواد مصورة دعاية للخطاب الذي سيخرج به نصر الله حتى أصبح مادة للسخرية فيما أرسلت ميليشيا الحوثي عدد من المسيرات التي تتساقط في الحرب السؤال هنا هل ما قامت به هذه المحاوثي سواء حزب الله أو حتى ميليشيا الحوثي هل هو تعبير عن محدة الساحات أم ما هو هذا المصطلح كيف يمكن فهمه الآن إذا كانت إيران تحايد نفسها بالتصريحات التي قالت بها وبهذه المناوشات البسيطة التي قامت بها ميليشياتها أولا هذه ليست مناوشات وما تتحدثون عنه من سخرية هذه السخرية ليست موجودة إلا عن بعض الجهلة اسمحي لي لأنهم لا يعلمون ألف باء العمليات القتالية أولا حزب الله لا يستهدف العمود حزب الله يستهدف مراكز الإشارة ومراكز التجسس ومراكز الرصد وهذا العمود يحمل أجهزة رصد وأجهزة استشعار عن بعد وأجهزة مراقبة وهذا العمود هناك الكثير من الأعمدة الشبيهة مثله على كل الحدود اللبنانية الجاهلون الذين لا يعلمون بشيء يظنون أن حزب الله يريد أن يسقط العمود وبالتالي هم يضحكون على أنفسهم لأنهم يعلمون أن هذا الأمر ليس على هذا النحو ثانيا أن ما قام به اليمن وأعلن عنه المتحدث العسكري باسم القوات المسلحة هذا جرأة غير مسبوقة في تاريخ الدول في تاريخ الصراع اليمن الذي موجود في آخر الخريطة على المستوى الجغرافي يعلن رسميا إسقاط طائرة متطورة أمريكية ويعلن عن إطلاق مسيارات وصواريخ باليستية وصلت بالفعل إلى الكيان الإسرائيلي أما السعودية التي تحامي عن إسرائيل اعترضت بعض الصواريخ وأمريكا اعترضت بعض الصواريخ وبالتالي هذه ليست مناوشات عندما يأخذ قرارا على هذا المستوى اليمن بحكومته وبقواه الحية هذا يعني أنه جزء من هذه المعركة بصرف النظر الآن عن الفعالية والتأثير لأن المسألة ليس بالفعالية والتأثير المسألة هي في الإعلان والإقدام وهذا الذي يقوم به حزب الله الإعلان والإقدام والمواجهة والمجابهة في حين أن الذين ينتقدون محور المقاومة يجلسون في فنادك في تركيا أو في السعودية أو في لندن أو في أمريكا ثم يقولون هذا المحور المتهافت وهذا المحور الذي أخرج دول عربية من المواجهة من الذي أخرج الدول العربية من المواجهة؟ ما سوريا طول عمرها في المواجهة؟ سوريا دخلت في كل الحروب وشنت عليها حرب طويلة عريضة حتى هذه اللحظة لم تتوقف سوريا عن أنها تكون إلى جانب القضية الفلسطينية لبنان الذي اجتيح من العدو الإسرائيلي والمقاومة هي التي أعادت له المجد وانتصرت على العدو الإسرائيلي لبنان خرج من دائرة الصراع؟ أم أنتم الذين تتقدون لبنان وسوريا والعراق واليمن؟ نصر الله هو من أخرج لبنان من دائرة الصراع أنتم ذهبتم إلى التطبيع المجاني مع العدو الإسرائيلي أنتم الذين طرطون العدو الإسرائيلي التي حدثت في 7 من أكتوبر هي شأن فلسطيني خالص من هذه الفئات التي تتحدث وهي منتمية إلى السعودي ومنتمية إلى التركي ومنتمية إلى مش عارف شو وتطلع بتتحدث عن محور المقاومة هذا ليس صحيح إذا كنتم فعلا مع المقاومة ومع أهل غزة ومع فلسطين تعالوا وتركوا كل هذه الحساسيات وتعالوا نجتمع الآن على كلمة سواء غدا القبة العربية في الرياض فلنعلم من هو مع فلسطين ومن هو ضد فلسطين سيد نبيل إذن إذا كنتم تريدون مناصرة هذا المشروع الفلسطيني ودعم المقاومة كما تحدث سيد فيصل تعالوا الآن نجتمع على كلمة سواء ندعم هذه المقاومة ونحارب هذا المشروع الإسرائيلي في المنطقة سيد نبيل أهل غائع وشعارات ومورد مع أي قهد مع أي مناول مع أي من يتصدى لدولة الكياء لكن وفقا لواقع حقيقية وليست مسرحيات لأن المسرحيات هذه كثرت ولا أثر لها على الواقع هي شعارات وفاة لا أساس لها لم تبير في موالدين ولا في معالدين ومعالدين العالمين التي تقوم في غضب المحطرة والمفروكة يعني ومقشرة ظهرها من كل الاتجاهات نتمنى بالأراضي للمعاركة نعم أعتقاد أن لإسرائيل حدود طويلة مع بيروت مع لبنان لها حدود أيضا مع سوريا يمكن لهذا المحور أن يرينا ما لديه ونحن وعنه نحن لسنا يعني ضد أي عمل مقاوم أي عمل بطولي حقيقي في هذه المعركة وبالتالي نحن لسنا محسوبين على الطرف نحن محسوبين على الجرحة الفلسطينية على هذه المقاومة الباسلة التي تقاتل في غزة نعم أما الذين في النظام العربي الرسمي أيضا هو لا يمثل أحد ولا علاقة له بهذه المعركة هو قز من معادلة الصراع التي تديرها الولايات المتحدة مثلما تدير الجامعة العربية هي تدير ظهران وتدير الميليشيات تتابعة لها أنا باعتقاد أنه مسألة الحديث عن أن محور المقاومة في حرب مع الولايات المتحدة الأمريكية ومع الغرب ما الأمريكا وإيران يتقاسمون العراق قاعدة بقاعدة وعسكري بعسكري ومحافظة بمحافظة وحق النفط بحق النفط كذلك يفعلون في سوريا سوريا مقسمة بين الولايات المتحدة الأمريكية وبين المحور الإيراني وبين الروس وبالتالي الحديث على أن هذه القوى في حالة حرب هذا نوع من الاستغبال للمشاهد العربي والعقل العربي الذي العقل العربي أكبر من أن تمرر عليه مثل هذه التراهات ومثل هذه المسرحيات المكشوفة نعم باعتقادي إذا كان هذا المحور حقيقيا الوطن العربي حينما يراه يقاتل على الأرض حقيقة ليست شعارات وليست نوع من المزايدة الكل سيهب لهذه المعركة أما مجرد فرقعات في الهوى وشعارات فارغة أنا باعتقادي أن عشر سنوات كانت كفيلة بأن يتضح للمشاهد العربي ويتضح للعالم العربي حقيقة هذا المحور وحقيقة الميليشيات أيضا وحقيقة الأنظمة الأنظمة الرسمية العربية هذه الأنظمة هي التي هي جزء من مسرحية الولايات المتحدة الأمريكية في المنطقة مثلها مثلها إيراني بناء على حديثك سيد نبيل أوجه السؤال للسيد فيصل كان هناك تصريح لترامب يقول بأنه تم التنسيق ما بينه وما بين طهران بعد أو فيما يتعلق بالضربات التي حدثت لقاعدة الأسد الأمريكية في العراق بعد مقتل سليماني بمعنى أن ما يحدث حقيقة هذه الهجمات هي تتم بالتنسيق بين الطرفين ولا حقيقة لهذا المشروع الذي تتصدره إيران يعني أما أن نريد أن نتحدث بموضوعية أم أننا نستحضر كلام لا قيمة له على الاطلاق وتكذبه الوقائع على الأرض إيران في حالة احتراب ومواجهة مع أمريكا منذ أكثر من أربعين عاما كل هذا تمثيل وتنسيق منذ أربعين عاما إلى الآن شو عم يعملوا بالتالي ما هي المعركة نريد أن نعرف ما هي المعركة سيد فيصل التي خضتها إيران مع الولايات المتحدة طيب ما معروف يعني نعم ما هي المعركة هل المشاركة في احتلال العراق مع الولايات المتحدة هي هذه المعركة التي تتحدث عنها أم ماذا خليني بس كمل أنا مجرد ما أنطق بكلمة تقاطعين خليني كمل فكرتي بالأول فقط بضيق الوقت أحاول فقط إدارة الحوار أعتذر منك سيد أنت سألتيني أنه هذا كله يأتي في إطار التمثيل والتنصيق إيران وأمريكا يمثلون مع بعض عم يعملوا فيلم سينما وأنه هذه كلها يعني مناوشات وما إلى أي طعم ويتقاصمون وما بعرفوا إلى لا بتصريح ترامب طيب لو كان الأمر كذلك لو كان الأمر كذلك لو كان الأمر كذلك لماذا خرج ترامب من الاتفاق النووي ولماذا زيدت العقوبات على إيران ولماذا يطالبون إيران ببرنامج الصواريخ الباليستية ويمنعون إيران من استكمال مشروعها النووي لأجل أغراض سلمية إذا كان هناك تنصيق بينهما وكان هناك تعاون بينهما واقتسموا العالم العربي على ما تدعون ما مفترض أن يعطوا الإيرانيين كل شيء والإيراني يعطيهم كل شيء بالمقابل يعني اليوم غارة في حمص من العدو الإسرائيلي على مركز لحزب الله والإيرانيين فكيف يكون هناك تنصيق في ظل المعركة القائمة في غزة وحزب الله الذي قدم سبعين مقاتلاً حتى الآن يخرج ضيفك ويقول هذه مناوشات وهذه ليست معارك حقيقية يتفضل يشمر عن ساعديه ويأتي إلى لبنان أو يأتي إلى أي مكان ويدعو من يريد إلى أن يكون جزء من هذه المعركة نعم فهو لا مع الأنظمة العربية ولا مع محور المقاومة ولا مع إيران طيب أنت مع من مع من تريد أن تخوض هذه المعركة التي تقول أنها حقيقية مع الحق الفلسطيني كما تحدث ومع المقاومة الفلسطينية هذه المعركة إذا لم تكن حقيقية بنظرك نعم فلماذا يدخل إليها حزب الله ويهجر الآن عدد كبير من سكان جنوب لبنان أصبحوا خارج بيوتهم ولماذا يعرض أمن لبنان لهذا الاهتزاز ونحن نعلم الوضع اللبناني ونعلم الواقع اللبناني والانقسام اللبناني في حين أن تركيا الدولة الأقوى في العالم الإسلامي مع باكستان مع السعودية مع مصر لم يحركوا ساكنا لم يحركوا أي ساكن فيما له علاقة بالعدوان على غزة تصبون جام غضبكم على إيران وتركيا وباكستان تركيا في الناتو باكستان لديها نووي السعودية أغنى دولة ومصر أكبر دولة عربية نعم هل سمعتم أي تحرك من هذه الدول تجاه ما يجري في غزة منذ قليل الآن خبر عاجل أكثر المستشفيات في غزة أصبحت خارج الخدمة نعم ومستهدفة من الذي يمنع هذه المجزرة يعني بس إيران لوحدها تقف وتقول أنكم عليكم الآن أن تدخل إلى الحرب هيا بنا إلى الحرب هيا أي والدول العربية والإسلامية طيب فليعلنها أي أحد ونحن سنكون مؤيدون لم يعد لدي وقت فليعلنها السعودي كما أعلن الجهاد في سوريا وأعلن الجهاد في أفغانستان فليعلن الجهاد الآن وضحت هل يستطيع هؤلاء أن يفعلوا هذا الشيء لن يفعلوا على ضوء ما يحدث يبدو أن المنتصر الآن هو مشروع التسليم وإنان ومحور المقاومة هم يقدمون نموزا في الدفاع فيصل اسمح لي فقط بأن أنتقل إلى سيد نبيل لقرب انتهاء وقت هذه الحلقة على ضوء ما يحدث سيد نبيل يبدو أن المنتصر الآن هو مشروع التسليم وتصفية القضية الفلسطينية التي تقوده الأنظمة العربية أليس الأفضل الآن هو الدعم محور المقاومة أم هناك خيارات أخرى لا تزال المنتصر في قلبها والنار صبر وعندهم الكثير من المفاجآت وأنه لا زال إن ماتت يعني ضمائر البشر فإن قدرة الله في السماء لا تنام عن هؤلاء الذين بذلوا كل ما بوسعهم لإدارة هذه المعركة ويدركون عواقبها ويدركون أنها معادلة مختلة غير متكافئة لكنهم إرادة الله الذين استحضروها هي التي تدفعهم وهي التي قعلتهم يصمدون كل هذا الوقت أما بالنسبة لنعود إلى محور المقامة أنا باعتقاد محمر المقامة محور المقامة إذا كان هناك لديه جديد فأنا أعتقد أن لا أتعارض مع ما لديهم لكن حينما يكون شيئا حقيقيا على الأرض أما برد شعارات وبروبجندا أنا باعتقاد الشعوب لم تعد تنطلي عليها هذه الشعارات الناس تريد فعلا على الأرض ومن سيوقف على الأرض سيقف الجميع معه ووراه من أجل هذه القضية العادلة والمقدسة أشكرك جزيل الشكر من الصنبول الباحث والكاتب نبيل البوكيري شكرا لك كما أشكر ضيفي من بيروت الكاتب والمحلل السياسي فيصل عبد الساتر أشكركم ضيفي كما أشكركم مشاهدين على حسن المتابعة وإلى اللقاء اشتركوا في القناة